وقد كان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عنده لقائين منفاصلين اللقاء الاول كان فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس والوزراء ومعاهي المهندس شريف اسماعيل مستشار مساعد رئيس الجمهورية لمشروعات القومية والاستراتيجية وسيد هشام توفيق وزير قطاع العمال العام وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللي هو مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ده الاجتماع الاول زي ما حدوك شايفين في الصورة سافر بسامراد المتحدث باسم الرئاس قال ان الاجتماع ناقش متابعة جهود احلال الواردات وتوفير مستلزمات الانتاج المحلية للصناعات الوطنية بالاضافة الى مستجدات اقامة المدن والمجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية خلاصة الاجتماع الرئيس بيقول لهم لجيب وزير الصناعة ووزير قطاع العمال ورئيس الوزراء ومستشار الرئيس للمشروعات الكبرى وجيب رئيس جهاز الخدمة الوطنية بيقول لهم احنا نقدر نصنع احتياجاتنا ومواردنا تكفي بلاش نستورد من بر كفانة استيراد عبثي احنا بنستورد حاجات بشكل عابث بنستورد بنستنزف العملة الصعبة من ناحية بنشوه ميزاننا التجاري من ناحية اخرى بنضيع فرص على مصانعنا من ناحية ثالثة وبنحرم اولادنا من فرصة عمل يعني النهاردة لما الرئيس النهاردة الاجتماع ده هو بقدم حضراتكم الكلام الكلام يا جماعة عشان بس الناس بتعرف اهمية الاجتماع ايه الشاب والشابة اللي قاعدين من غير شغل انتبهوا للاجتماع اللي بقول عليه انا بقول الناس اللي مش لقى شغل انتبهوا للاجتماع الرئيس بيفكر بشكل جزري بيقول يا جماعة الولادنا اللي قاعدين من غير شغل اللي عايزين يشتغلوا عايزين نوفرهم فرصة عمل من خلال اقامات مصانع او التوسع في مصانع قائمة تب ازاي هاد من مصانع جديدة وتوسع في مصانع قائمة وانا ما عنديش سوء انا عندي سوء لكنه بوفي حاجة السوء من الاستراتب الخارج انا محتاج اساس وعفش ومحتاج مكاتب ومحتاج مش عارف مكينات ومحتاج مكتات ومحتاج ملابس ومحتاج كل حاجة طيب الحاجات دي نقدر نصنعها هنا بشكل يناظر مسيلتها برة او نقدر عندي مصانع وعندي تكنولوجيا وعندي ناس وعندي رجال اعمال وعندي رجال صناعة وعندي شركات قطاع اعمال وعندي وعندي وعنف طيب بتستوردوها من برة ليه سؤال بسيط سؤال بسيط جدا رجال بسأله طيب انتوا بتستوردوها من برة ليه بنقدر اه نقدر رجال عندنا مصانع عندنا عندنا اه ممكن نقدر نزود ونعمل خد انتاج ونطور ونقطع الصناعة طيب احنا بنستورد من برة ليه ليه تستوردوا من برة وتقفلوا مصانعنا ليه تستوردوا من برة وتستنزفوا عملتنا ليه تستورده من برة وتحرم ولادنا وبناتنا من فرصة عمل في بلادهم بشكل محترم ليه؟ ده سؤال الرئيس النهاردة وتوجيه الرئيس النهاردة للمجموعة اللي قاعدين علينا ان احنا نوطن الصناعة كلمة توطين الصناعة بنقولها كتير يعني نبني مصانع نجيب الخبرات اللي برة والتكنولوجيا والنهو من برة الناس نشتغل نكبر مصانع ونبني مصانع ونفتح فرص عمل ونوفي حجر السوق المحلي ونصدر كمان عشان نجيب بعضنا صعبة هو المضوح صعب والله ما هو صعب امال ايه؟ ارادة هي ارادة ما انا ملا ما سيب دي الناس بتستورد من برة بسبعين ثمانين مليار دولار في السنة سبعين ثمانين مليار دولار في السنة يعني خليها خمسين يعني وخلي زيادة الوردات بتاعتي في المنتجات الحاجات الصناعية والمدخلات الصناعية والحاجات اللي بسموها ماتريا للصناع وغيره لكن انا بجيب من برة لعب اطفال بجيب من برة فهونيس رمضان بجيب من برة مش عارف كافيار بجيب من برة مش عارف خبز مش عارف ايه من فرنسا بجيب من برة ملابس جاية مش عارف من فين عشان انا بجيب من تركيا ملابس بجيب من تركيا ملابس او جيب من مش عارف ماليزيا ملابس ولا من امريكا ملابس ولا من الصين ملابس وانا عندي مصانع ملابس قاعدة بتنش ما هو ده تدمير للصناعة انا بجيب اواني طهي من برة وبجيب كبايات شاي من برة وبجيب فنجين اهو من برة ما انا عندي مصانع يعني كما تقدر تميل هذا الكلام انا عندي مصانع تقدر تميل هذا الكلام بقول انه انا لشعار صنعة في مصر انه يرجع تاني انا لشعارات جديدة ان هي تخلق من جديد احترم بلدك يا اخي احترم صناعة بلدك اشتري المنتج بتاعك وبقول ده للمستهلك بقول للصانع بقى يا اخي احترم بلدك وصنع كويس احترم المستهلك وازواء المستهلك ورغبات المستهلك واعمل سلعة واعمل بضاعة واعمل صناعة محترمة يا جماعة احنا احنا تايهين في غرفة مظلمة بنبحث جميعا عن قطة سوداء حاجة غريبة جدا احنا عايزين البلد تبقى عظيمة جدا وعايزين نشغل الناس وعايزين نرفع مستوى داخل الناس وعايزين نقلل من المزان التجاري المتنيل وعايزين نوفر عموة صعبة وعايزين ننطلق كلنا بنقول نفس الكلام في نفس الوقت وفي نفس الوقت الواحد يطلع يشتري الشوكولاتة من برا يشتري البدلة من برا يشتري مش عارف ايه مستوى يقولك دي تركي دي جاية من امريكا دي جاية من فرنسا بص مدئن مش عارف ايه بص ايه يا عمي في ايه يعني خلاص يعني انت بقت خواجة بن خواجة يعني طيب يا سيدي نرجع نعتمد على صناعتنا المحلية الناس الصناع يبدأوا يرفعوا المستوى الصناعة والجودة وسعر معقول والمستهلك يشتري منتج محلي هو المستهلك لما اشتري انا بمشتري بدلة او اشتري لبس او اي حاجيات من السوق المحلي صناعة محلية دون ان قدري انا بستفيد ابني بيشتغل وبنتي بتشتغل بيبقى عنده داخل بتتحرك لعجلة اقتصاد اجتماع الرئيس النهاردة انا بقسم مش عايز اتوسع بشكل كبير سأقول لكم لا اقتل نهاردة ان سيادة الرئيس بيقول للمجموعة شريف اسماعيل ومصطفى مدبولي مع حافظ الالقاء ونفين جامع ومصطفى امين ومين كامل معهم ابراهيم ووزير قطاع الاعمال يا جماعة مش انتوا اللي بسكين الشغلانة دي طيب يلا يا جماعة احنا احنا ليه ما منصنعش احنا عندنا اكبر حركة ليه اعادة صناعة الغز والنسيج والمنسوجات والصباغة يلا نتحرك والله والله لسه حد المرح بيقول لي بيصدروا تشيرتات مش عارف مصرية تجربة لفريقيا بيقول لك التشيرت مش عارف بيكلف كام بيبيع بكام حاجة عظيمة جدا حاجة بيقول لك مبهورين بالقطن المصري يا جماعة احنا عندنا قادرون على صناعة ما لا يستطيع الاخرون تصناعته عندي افضل نسك في العالم عندي قطن عندي عندي حاجات انا 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 مش مش جاهز لحضراتكم بالحاجات اللي عندي ميزة نسبية فيها لكن بقول تاني والله الصانع المصري اللي في دوميات اللي كان بيعمل الاساس واللي دمروه اللي بيستورده اساس من الصين عايز يكسب بيجيب من الصين جاهز ويحط معارض والناس تشتري حاجات بقى مزخرافة عمالنا مدينة دوميات الاساس وجبنا التصميمات والناس الدزاينر وغيره يلا عشان نطور الموضوع عشان نرجع تاني نوفي سوقنا المحلي من الاساس الدومياتي العظيم ونبدأ نصدر برا يا جماعة زمان كان فيه دوميات مشهورون بالاساس والجبنة الدومياتي والمشبك كان فيه زمان فرنسا في فرنسا بنوع من الجبنة بيقوله بيقوله صنع طبقا للمواصفات الدومياتي في فرنسا اللي هو عندهم ستين سبعين نوع جبنة كان شارلي ديجول يقولك يا جماعة أنا باحكم شعب بيناء من ستين سبعين نوع جبنة يعني براحة علي شارلي ديجول كان بيقول أحكم شعب ينطقي أو يختار بين ستين أو سبعين نوع من الجبن يعني شعب بان فظيعة فيه نوع من الجبنة هناك بقوله صنع طبقا للمواصفات الدومياتي الملابس المصرية القطن المصري والشيرتات المصرية بتطلع في المارت في أمريكا هناك يقولك دي القطن المصري حاجة بص وممكن يكون بيضربوها مصري ليه أنا ما بتحركش في هذا الاتجاه الفاكهة المصرية الزراعة المصرية الفرولة المصرية المرتقان المصري عسل النحل المصري يا جماعة إحنا بلد طول عمرنا بلد خير اتجرفنا أو زوقنا أنا آسف يعني الزوق العام اتشوه شوية من جراء الحركات العولمة المتنيلة اللي رايحة وجاء غيره لكن إحنا الأساس موجود الأساس موجود تعالوا نعيد لبلدنا بهاءة تاني تعالوا نعيد لصناعتنا بهاءة تاني ويلا نتحرك وأنا بقول شوفوه يا إبراهيم تعالوا نطلع نشوف مصانع وأنا معاك ونطلع نشوف مصانع شوفوا مع عشام توفيق والناس دي شوفوا اللي هو مصطفى أمين تعالوا نطلع أنا نطلع معاك ونشوف المصانع دي ونتقدم المنتجات للناس دي منتجات مصرية زمان كانت شركة فينة وشركة قهة أهم قلنا شركات قطاع أعمال دلوقتي دول كانوا بنتصدر الدول العربية كلها كل الدول العربية الوزراء دلوقتي العرب والمسؤول العرب متربيين على المربع المصرية بتاعة قهة وفينة احنا هنقولي يا جماعة احنا عندنا سبناوي وشاملة ومش عارف الحاجات دي كانت هي الأساس بتاعنا وباتة بتاعة الأحزائي احنا ليه ننسى هذا الكلام لا البراند جاي مش عارف من فين ولا دي جاي من فين يا عم انت ارجع اقرأ طريق البراند هتلاقي الناس دي كانواحد مش عايز اتكلم احنا عندنا فرص عايزين نتلقف هذه فرص والنقرد الرئيس الدولة أكبر رأس في الدولة حاطئنوا على المشكلة يلا نتحرك يتحن الصناعات يلا وزارة الصناعة يلا بس تسهله على الصناعة برضو بقول وزارة الصناعة وبقول لناس المسؤولة بلها العام الصناع وغيره بقول برضو انه الصناع او الاقامة مصنع وغيره انا بيتقالي ان الديني بقت اسهل لكن احنا عايزين نساهل على الصناعة ورجال الصناعة والترخيص وإلى آخره لان احنا فيه تنافس فيه تنافس شديد ومرير مع الدول اللي جنبنا يا جماعة كله عايز يعمل جاز بالاستصمار احنا دولة عندنا سوق فيه 100 مليون محتاج اي مصنع نص النجاح موجود بالمستهلكين الموجودين يلا اعمل صناعة كويسة بجودة كويسة بسعر كويس الدولة تدعمك يلا نشتغل ونتحرك ده احنا عندنا دعم الصناعة ده كده في الموازنة العامة للدولة ده اول اجتماع ده اول اجتماع للسيد الرئيس مع المجموعة الوزرية تاني اجتماع كان مع السيد الرئيس كان مع اللي هو مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللي هو مصطفى امين رجل ده محترم جدا على فكرة يعني احنا المشروعات الكبيرة اللي شفناها سواء مصانع الاسمنت في بنسويف ومصانع والصوبات الزراعية والمزارع السمك الشركة دي اللي بيرقصها مديرها اللي هو مصطفى امين من الشركات الوطنية او من الاجهزة الوطنية اللي والله اتكتب فيها تاريخ فيما تقوم به من انجازات على الارض لخدمة القطاع المدني والعسكري معه النهاردة سات الرئيس مع اللي هو مصطفى امين بيرجع زي ما قال السفير بس سورة منتابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عرض من القطاعات على مستوى الدولة وخصوصا زراعة الاراضي في وسط سيناء لان الشركة عندها قطاع زراعي كبير جدا في الحوينات في مشروع دلتا الجديدة في سيناء وعندهم الصوبات الزراعية وعندهم صناعات وعندهم صناعات كيموية يعني الشركة دي محتاجة بريزنتيشن الحقيقة يعني هم محتاجة تعرفوا احنا عندنا قدرات ده زراع اقتصادية مهولة للدولة المصرية بشقايها المدني والعسكري فساد الرئيس النهاردة زي ما حضرت شافين مع اللوها مصطفى أمين بيراجع معه مشروعات الشركة يعني بعد اجتماع الاول اللي كان فيه بتكلم عن الصناعة وتوطن الصناعة اجتماع التاني مع ازراع اللي في القوات المسلحة اللي بتساهم بشكل غير طبيعي في خدمة الاقتصاد باقتعيه المدني والعسكري